عزيزات المتطبعات مثل الخير عليكم اليوم شاف روزي الطفح الحلويات اليوم جبت لكم وصافات اقتصادية سهلة تساعدك كما كافل الوجبات للأسرة كما كتشوفي هنا يا يعني اقتصادية سهلة ما تشد شليل كل شي من المجمد هنا كما كتشوفي هنا يدرت مني بيتزا ديجرني دير لكم يعني العجينة ديرتها لكم في القناة يعني العجينة للعجينة لايطالية سرعز Assessment في القناة يعني mü chest challenge جب priorities Another one on a penis بالعجينة لايطالية سيجت شعرها في القناة يعني لنا المقادير لكم المقادر هنا يا في صندوق الوصف كما كتشوفي هنا هنا اليوم هنا الجبن يعني دير الجبن تاع ب publix حلية العجينة حلية العجينة حلية الجبن حليب علبة خلطها في الحوف حلية الطماطس خلطها وزيتون جابت تستعمل النابولي يعني هو اللي مجربته يعني في شامل عام نستعمر فيه يعني ما شاء الله ما عندي ما نقول فيه من بعدها جبت حبتها بيدتها شوية عزيت وشوية عخل خل بشترح الزفارة والزيت ويحمار والزيت يعطي اللماء كي ما كتشوفيه هنا يعني اسهل ما يكون يعني تعاون يروحك شوية كينساعة نستمل الخبز شوية يعني يتبدلي كما ناكل اللي ميني بيزا معاكش وجبة ومن بعدها دلت السانوج نتليك اختياري يعني الزرارة اللي طب يديريهم يعني كل الاختيار بصني تعجبني الماذا قطاع السانوج فيها يجي احسن يعني حتى السانوج يعني مادة صحية نعرفو يعني الحبة السوداء مادة صحية ما في الماذاق يطيب تعطي مليحة في المعجنة من بعدها اديتها دخلتهم للفرن مباشرة لازم الفرن يكون حامي باش بيزا تاعك ما تطولش باش ما تيبس لك شو تطول كما نزيل كما كنت تفين فيها الازلت اللي خفز سوية الحميراء يعني يأتيت ماشاء الله يعني ما قد من مجل فيها اذه бли Lehine يأتيت التخلص لمشاهل كما يتطول كل الممليحات بيد الحق تستعملي بها العجنة الايطالية ما شاء الله يعني قطنية ما عندي ما نقول فيها قدما يزيدوا يطولوا يعني يزيدوا يطرعوا كي مارك تشوفي هنا ومن بعدها جبت طاجين تعال الجلبان هنا دايجاني في القناة دير الطاجين تعال الجلبان يعني تدري شوي زيت شوي الحم والجاج ديري الملح فلفل اسود كمون شوي طعرا صحانوت كوركم فلفل اسود شوي تعثوم يعني مقاشيتها مع البصل هذا كل يقلي تمر دائما قلي قلي دائما تقلي هي اساس كل شي من بعدها من رقص من طابل الطاجين تقريبا تعي رميت هذك القرنعم قطعتها يعني مكعبت كمكتوفي ورميت يعني حبات تعال فيونداشي تقدري من بديري بولي آشي ثاني يجي بنين ما شاء الله خليه يتجمر كي نقول حلا نار قليلا يعني مان بش يطيب لك هذا القرنع يعني القرنع يطيب يعني في وقته نقص عليه وخليه يطيب يتجمر كي ما كتشوفي في هنا يا لاني قدما الأخوات بنتا ما شاء الله يعني ما عندي مان قول فيه تقدري يعني مان بدرت حباتها زرودية ورقة تعالند كي طاب كل شي درت غيف تتعقص برقاتها خضرة يعني كي طابقا شوية خليتها غي شوية تجمر وطفيت عليه وكي ما كتشوفي طاجين الجلبان ما شاء الله ما عندي مان قول فيه يعني متقدري تقدمها لضيف يعني وجبة ما عندي مان قول فيها جربوه لأخوات أنا كل أطبق تاعي لم يجربوه لأخوات هم يقولوا بلي ناجحة يعني بنينا وعاجبتهم هنا بالنسبة للديسر يعني ولا التحلية هنا يجبت ملكه قلت لكم أنا ما كنت نقول لكم لازم يعني كي دي الفاكية في وقتها يعني كونج لي كل حاجة شوية 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 باينا في رمضان بلي يعني تغلل يعني تغلل المصاريف من الأحسن هاوي نشوفيني نجبت فيهم عندي الخوخ عندي تشينا عندي الحبة تحكي وثني كديرتها شرائح دير العنب دير الرموان يعني ما يعني عهذا وقع عندي ينايا يعني كنس حق نجبت من المجمد يعني نقطحهم كيمان هاكا ونديرهم صلاة فروي يجو ما شاء الله أحسن ما ما تبعد يتخمين تيا يعني تحويتشري الديسر الغالي اللي را ستين وسبعين ديريغي كيمان هاك يعني قال أخوات لي تبعوني وديروا في المجمد يعني رمي حمد وربي قالت لكم ما شاء الله يعني المجمد يعني أحسن من الحانوت كي ما كتشوفي هنايا قطط يعني أسهل ما يكون يعني كل شيء في المجمد في دارك يعني السعملي وهاني راسك هاي ونا كي ما كتشوفي يعني المجمد يلعب دور كبير يعني تسعين في المياه في المطبخ يعني من الأحسن السيدات يكون عندهم يعني مجمد يعني الوقت يتبيت الجبدي تلقي في الشتافة الربيع في الصيف أي حاجة تتحقها تبيت الجبدي تلقيها تلقيها من بعد العلبة على تعال الأنناص يعني عادي الانناص رغالي في الح Shengétais تشري العلبة يعني راي عادية منها عدة مرات أنفرغ شوي第二 연� SNCC تسيرو تعال تال الأنناص عبر الإززوج حبات الي نقطحهم كي ما كتشوفين هؤيا زوجون قطحهم ثاني يعني مكعبة صغار يعني نتحصل على أكواب تاله تفرويم ما شاء الله يعني بلا ما راحنحوز بلا ما راحن نخما مننشري ما وهلو يعني مع الغلاء هذا احسن طريقة قلت لكم هو المجمد شوفي و جيب بنتها ما شاء الله مع هاداك السيلو تعليل الاناناس يزيد يعني يعطي يعطيها بنا زيت شوية تاسكر بسوكين بعض الفواكين اللي شوية حامضة يعني مقروسة كيما يقولوا هاي وين ادرتغيهم وغرف تاسكر خلطتهم وفرغتهم مباشرة في الاكواب كيما كيتشوفي هنا يبقوا على حالهم ما يصرى لهم ولا يزيدوا عادل بنا على بنا سوختولي فخوي كيتخلطوا مع بعضهم مع النقهة يعني وكيما كيتشوفي حافظوا على يعني على النظر عن تحمل بنا يعني مشاء الله يعني جربوا ورجعوا لي بالخبر كان بزاف الاخوات اللي جمدوا للخوخ جمدوا لعنبي يعني تسعملوا كيما نحاكا كيما كيتشوفي يعني تقدمها لضياف تقدمها للعائلة يعني ما عندكش اي اشكال بسكعوا عليه يعني احسن من اللي تحييت حاوسي تشيري من برا او اللي تحييت شري هذو كل عولة يعني اللي مخلطين تعل صلاة فروي وما يجيش فيهم حتى الفاكية بزاف يجيسيروا اكثر من الفاكية هاي مونا كيما كيتشوفي طريقة تزيين او اللي التقديم يعني اختياري كل سيدة وكيفاش تبيت تقدم كيما كيتشوفي هنا يعني نعطي نظر المبتادئات نعطي لمحال المبتادئات يعني السيدات يعني اللي يبغوا يعرفوا كيفاش يتصرفوا في المطبخ تاحهم فاسكو المطبخ يعني هو يعني جزء لا يتجزأ من الميزانيات على الأسرة كيما كيتشوفي طلعت شوية تشانتية غي شوية مشي بزاف نص كيس تشانتية طلعته كيما كا وزيينت به يعني الكوستاعي شوفي جاو نظرة ما شاء الله يعني ما عندي ما نقول فيهم أنا دايما نجيب لكم وصفات اقتصادية سهلة يعني هذا اللي الدي سرادايا كان في وقته كان ارخيص في وقته يعني في الفصل التاعه كان ارخيص يعني مشي كيما ضر وقره ستين سبعين ثمانين الآن النص بعد شوفي قطعت حبة آننص قطعتها على ربعة زيينت به الكوستاعي كيما كيتشوفي هنا يا جاو نظرة ما شوفي ما شاء الله يعني بنى ونظرة ما شاء الله يعني تزيني بها الطاولة انتعك يعني في اي وقت طبع يعني يقولك الدي سير كيكون عندك في المجمد ما عندك ما تقول عليه وانتمنى تدعموني بلا يجام وتشاركوا في القناة والى المرتقى باذن الله